مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها ممتل إسباني شهير يحتج بطريقته على البنية التحتية لمدينة مغربية فضيحة مدوية تلك التي تعرضت لها بلدية مدينة الداخلة بعدما نشر ممتل إسباني شهير صور الكراسي المهترئة بكورنيش الداخل على مواقع التواصل الاجتماعي الممتل الإسباني أهيكرانتي ريديو الذي شارك في المسلسل الشهير لكاسا ديل بابل حل بمدينة الداخل في إطار الزيارة الخاصة ولدى تجوله بالكورنيش صادف كراسي لم يتبق منها سوى بقايا إسمنت فيما يشبه الأطلال الممتل الشهير الذي شارك صور الفضيحة مع متابعيها الذين يعدون بالآلاف وجه رسالة لجماعة الداخلة التي تركت هذه الكراسي في حالة يرتالها تشوه المنظر العام وتعطي صورة سلبية على واقع التنمية بالداخلة ترجمة نانسي قنقر